اشتركوا في القناة استجابوا طواعية يدفعهم الانتماء للمحيط تحفزهم نفس تربت على حب البحرين دون مقابل هبوا لنجدة الأم الرؤوم التي ما بخلت في عطائها يوما تسمروا في خطوط الدفاع الأولى مجابهين خطر وباء حل كضيف ثقيل غير مرغوب ببقائه وما توجست همائمهم خيفة من شبحه الذي ما زال ينهك صحة البشرية ويحصد العديد من أرواحها على مستوى العالم أجمع ليثبتوا بتطوعهم أن الولاء لا يولد مع الإنسان وإنما يتم اقتسابه من مجتمعه ومن حبه للكيان الذي نشأ وترارع في ربوعه لا دولة فاضلة دون مواطن فاضل مقولة ترجمها المقدامون على نصرة ديرتهم بفزعة وطنية قل نظيرها وضعوا أنفسهم في خطوط المقدمة لمجابهة جائحة كورونا كوفيد 19 دون أن يطلب منهم ذلك ليسارع نحو تفعيل تواجدهم داخل فرق تطوعية وظفت في نقاط عمل متعددة ليتوزعون للقيام بمهام مجتمعية تمثلت بإشراكهم في عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في مختلف محافظات المملكة تحت إشراف تام من قبل إدارة الدفاع المدني التي لم تتباطأ في تدريبهم وأعدادهم للعمل الميداني ليتوجه البعض منهم أيضا نحو الانخراط في دعم العمليات التابعة لوزارة الصحة من طب وتمريض ومساندة إدارية وفنية وفي ذات السياق الذي تم ذكره آنفا أقدم بعض الأطباء المتطوعين على تسليم التشخيص الطبي لكل المتصلين على رقم مركز الاتصال 444 وعلى مدار 24 ساعة ليهموا بفرزها قبل أن يتسلمها الأطباء المعنيون بفهم فحواها وتقدير الوضع الصحي لأصحابها الأول من الشهر الحالي كان شاهدا على بزرغ شمس حملة مجتمعية تبنى إطلاقها المجلس الأعلى للمرأة والتي حملت عنوان متكاتفين لأجل سلامة البحرين حيث باشر عدد من المتطوعين في توفير وإيصال المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر التي تعيلها المرأة البحرينية إلى جانب مساندة أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كان لها وجهة نظر مشابهة لفكرة الاستفادة المثلى من وجود المتطوعين فعمدت إلى إدماجهم مع فريق المفتشين التابع لها إذ اتلخص دورهم في التأكد من عدم رفع الأسعار وتوافر كميات السلع في المحلات المفتوحة خلال هذه الفترة إضافة إلى التبليغ عن المحلات المخالفة لقرار الإغلاق وإيصال هذه المعلومات إلى المعنيين في إدارة التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بشأنها ما جاء على سرده يعكس امتداد ثقافة إنسانية مجتمعية نبيلة للمنصة الوطنية للتطوع دور فاعل وحيوي في تدعيم ركائزها وترسيخ قيمها فهي من تمضي دائما نحو خلق بيئة مشجعة للعمل التطوعي بين فئات المجتمع عامة عن طريق نافذة موقعها الرسمي الذي يوفر للراغبين في انخراط بهذا العمل فرصة حقيقية لتحديد نوع التطوع ليتم بعدها ترشيحهم إلى الجهة التي تحتاج الاستعانة بقدراتهم ومن ثم سيخضعون لدورات تدريبية نظرية وعملية لمباشرة العمل التطوعي على أرض الواقع لتلفزيون البحرين محمد رشادت